في تقديري أنا أتصور أن أحمد عرابي ينبغي أن يدرس من هذه الناحية من ناحية أنه رجل كان قام بثورة في ظروف مشابهة لظروف زماننا الذي نحن فيه اللي هو الاستبداد المحلي مسنود بالاحتلال الأجنبي والاحتلال الأجنبي حريص على بقاء الاستبداد المحلي ثم هزم وهزم ولم يقتل يعني هنا أيضا معنى نستنبط منه متى يقتلون الثائر ومتى يسجنونهم هذه ينبغي أن ندرسها لأن أحمد عرابي ظل منفيا عشرين سنة كرومر يقول أننا كان يجب أن لا نمنح عرابي شرف نيل الشهادة لأنه لو قتل بعد دخول الإنجليز كان سيتحول في الضمير الوطني إلى البطل الشهيد ولكنه لما نفيا عشرين سنة وهدته هذه السنوات وسوم على الرجوع إلى مصر بعد تصريحاته التي يوالي فيها الإنجليز ويثني فيها على سياستهم هنا خفت شأن عرابي وتضعضعت شخصيته حياته في المنفى والدكتورة لطيفة سالم مؤرخة مصرية معروفة كان لها كتاب وثائقي اسمه عرابي ورفاقه في جنة آدم تدرس فيها فما كان الفترة التي قضاها عرابي ورفاقه في جزيرة سيلان حيث نفيا لمدة عشرين سنة فأنت هنا ترى فيها نموذج السائر المهزوم كيف يمكن أن تكون بطلا ثم كيف السجن الطويل والنفي الطويل قد يهد هذا البطل وقد يكسر صورته ثم ينشأ جيل لأنه التاريخ يكتبه المنتصر في الحقيقة ينشأ جيل يظل يدرس أن عرابي هو السبب في الاحتلال الإنجليزي هذا مورد سؤال أيضا لأنه بالفعل كانت قيام الثورة العرابية أو من نتائج الثورة العرابية هو احتلال الإنجليز لمصر صحيح لكن هذه الجملة جملة مجملة تحتها تفصيل هل الإنجليز احتلوا مصر لأن الثورة العرابية هي التي استفزتهم أم أن الثورة العرابية كانت محاولة تحرر فالإنجليز وجدوا أن نظامهم العميل لا يستطيعوا صدها فجاءوا إليه بأنفسهم فهذا هو يعني الإنجليز حاولوا الحفاظ على النظام لما لم يستطع النظام الحفاظ على نفسه جاءوا هم بأساطيلهم وجيوشهم لكي يخمدوا هذه الثورة